السلام عليكم ورحمة الله اهلا بكم في بيديو جديد من سوبر ماما هنعمل مع بعض كاسات الكنافة بالمانجا حاجة حلوة سهلة وسريعة رح تكلفك حاجات كتير انا كان عندي الكنافة في الفريزر والمانجا كمان في فريزر كيس كريم شنطيق وشوية لبن وتعاملت الكاسات اللي انتم شايفينها قدامكم دي تعالوا نشوف هنعملها ازاي اول حاجة هنجهز الكنافة الكنافة تكوني جاي بها من قبلها يعني وحطها في الفريزر حتى لو بليلة واحدة عشان ما تطلقيها تتكسر معاكي بسهولة وتعرفي تفرفتيها. كمان الكنافة اللي بتبقى بيتة مش بتشرف سمنة كتير زي الكنافة اللي بتبقى لسه جاية. بعد ما خرجتها من الفريزر كده فرفيتها شوية على قد ما ادرت. بعدين حطيت عليها نص كباية من السمنة وبعدين حطها على النار عشان احمرها. كمان رشة كده من زيت. لو حتحمل الكنافة على البطاجز من فوق ومش في الفرن بتخليها حلوبة جدا. ما تسبيهاش خالص على النار تبقى لتقلبيها عشان ما تحرقش منك. هي هتاخد منك وقت شوية على النار عشان يبقى لونها لون دهبي كله كل الكنافة يبقى لون تبقى لون واحد. فهتحتاج منك مجبود انك تبضل يتقلبي. وما تسبيهاش خالص. دلوقتي انا مضطيه على الكنافة خالص. هعمل بقى السيرب اللي هنحطه على الكنافة عشان يبقى طعمها مسكر وحلو. السيرب بتاع الكنافة بيبقى تقيل. من غير بتاع البسبوسة. هنعمل بقى السيرب بتاع الكنافة كباية سكر على نص مية بس. عايزة تعملي سيرب تقيل زودي السكر. خلي السكر دعف المية. عصرة لمونة. وحطتهم على النار يغلو. يتقرب منه شوية كده هتلاقيه تقل خالص. هقول لكم على طريقة حلوة جدا بقى تفاتفتي بيها الكنافة واتكسريها. الهراسة بتاع تلفول او البطاطس. بعد ما تتحمر هتتغطي بيها على الكنافة هتلاقيها تكسرت واتكسرت معاك بكل سهولة. بعد ما العسل خلاص غلى حطت عليه معالية عسل نحل. وخلاص هو كده يبقى جاية. عندي الكنافة هي بدأت تاخد لون نعية. ما تسيبهاش عشان تطلع لونها كلها زي بعضه. اخر مرة خلاص ههرسها بالهراسة كده شوية. لا انت شايفينها تفتت خلص قدامك وهي. وباقت كلها متكسرة. وده هو المطلوب طبعا. كده لونها حلو جدا. حشلها بمن على النار. الكنافة سخنة. والعسل بارد. هنزل بقى شوية كده من العسل. مش لازم كله على قد الكمية اللي انت عامليها. بحيث ان هي ما تبقاش من فرفية معية. لما اضغطها في الكاس تعمل طبقة معية وتتمسك مع بعضها. العسل ده اللي هيخليها تتمسك مع بعضها. كده خلاص هتبقى تهدي خالص. خرجت طبعا المنجة من الفريزر طبعا عشان تفك. عايزة تعملي مانجة مكعبات ماشي. عايزة تعمليها بيوري زي ما انا عملتها. مفيش مشكلة. دي مانجة من غير لمية ولا سكر. مضروبة كده من غير مية ومن غير سكر. هجهز بقى عندي الطبقة التانية اللي هتبقى بعد الكنافة وهي طبقة من الكريم شانتي. عندي كيس من الكريم شانتي وهحط عليه حوالي نص كباية لبن ساقع. يفضل يكون ساقع جدا عشان يعمل معاكي قوام حلو. هدروب بمضرب كده. في لحظات هيكون جاهز معاكي ويكون تقفل. تعرفي امتى ان هو كده خلاص انتي كده ضربتي كويس. لما تقليبي البولة لانتي بتضرب فيها وتلاقيه ما بينزلش منها خالص. بصو هتلاقيه جامل جدا فيها. هو كده قوامه يبقى كويس. انا حطيت كده الكنافة في الكساب. لو انت عايز تعمليها في صانية على بعضها ما فيش مشكلة هتفرضي طبقة الكنافة كلها. وبعدين عليها طبقة الكريم شانتيزة ما انا حطيت كده. وبعدين هو اسدع بقى المنجة على الوش. شايفين المنجة قوامها عامل ازاي? ممكن تستبدلي المنجة البيوري دي كده بمنجة مكعبية. حطيتها كده على الكريم شانتيزة من فوق. وهزين بقى بشوية من الكنافة كده. طبعا الكنافات باعتنا كسرناها وبطريقة سهلة جدا. كمان طعمها حلو بقى جدا. من العسل اللي عليها ومثكرة. جمان متحمرة. ورحيتها حلوة من السمنة. فطعمها جميل. جربوا الطريقة دي ان شاء الله تعجبكم جدا. حط لايك الفيديو لو عجبكم. ولو اول مرة تزيلوا قناتي دوسي على سبسكرايب. وفعالي علامة الجرس عشان توصلك كل الفيديوهات الجديدة اللي انازلها. هزو بقى لك.